ساخيرة سروم ساخيرة كل أهلوية بنت النادي الأهلي وفخر مصر الحقيقة في التنس والحقيقة أنا فرحان أكتر يعني اليوم النهاردة كله فرحة في حالة بهجة كده لكن الحقيقة أنا فرحان أكتر من فوز ميار بالبطولة واللي ناس كتير جداً ما تعرفوش أنه ميار من سنتين بس ما كنتش مصنفة يعني ميار ابتدت 2019 وهي أساساً مش دخلة في تصنيف التنس وفي خلال فترة بسيطة جداً قدرت البنت دي نحن طبعاً بنتكلم على قصة وحكاية ورواية حالة من حالات التحدي والإصرار حالة من حالات الرغبة في إثبات الزات أو تحقيق هدف غير طبيعية خصوصاً أنك أنت بتخش رياضة بلدك مفيش عندها فيها تاريخ كبير قوي ولكن حقيقة قدرت البنت في سنتين فقال من سنتين النهاردة بنكلم إن شاء الله أنه في خلال ست شهور ميار مرشح أنها تخش ضمن التصنيف أفضل مائة لعاب التنس على مستوى العالم وده طبعاً إنجاز كبير جداً نتمنى لها كل التوفيق وألف مبروك لها إن شاء الله وأنا بشوف أنه الأجيال الجديدة في رياضة المصرية خلاص ما بقاش عندها سقف يعني الطموح ما بيقفش عند جزئية معينة كل التوفيق لها إن شاء الله في مشوارها ونشوف بقى بعد ميار بطلات وأبطال مصر في رياضة التنس وفي كل رياضات ومش عارف ليه علاقتنا بالسكواش على أعلى مستوى لكن أي حاجة تانية فيها مضرب يمكن تأخرنا فيها كتير لكن يعني إن شاء الله نرحق ندخل في كل الرياضات